اخضرار مكة المكرمة هل هو من علامات الساعة لماذا نرى هذه الأمطار وهذه الخضرة في شبه جزيرة العرب التي تسمى أرض العرب كيف أنبأ النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا وماذا يقول الباحثون حتى يتبين لهم أنه الحق في البداية أيها الأحبة دعوني أذهب معكم إلى جامعة أوكسفورد التي قامت بدراسة موسعة هذا هو الباحث الذي قام بدراسة أرض العرب أو شبه الجزيرة العربية وقام بدراسة دقيقة واستخدم الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا وخرج بنتيجة مهمة ماذا يقول هذا الباحث أيها الأحبة الباحث مايكل بتراجليا رئيس الفريق العلم الذي قام بدراسة أرض العرب أو شبه الجزيرة العربية يقول سمحت لنا تكنولوجيا مكوك الفضاء المبتكرة برسم خرائط لأكثر من عشرة آلاف بحيرة عبر شبه الجزيرة العربية بما في ذلك صحراء النفوذ القاحل الآن وحتى منطقة الربع الخالي أيضا أيها الأحبة هذا الباحث درسها من خلال القمر الصناعي التابع لوكالة ناسا بالإضافة لألاف العينات التي أخذها من مناطق متنوعة من شبه الجزيرة العربية وخرج بهذه النتيجة المهمة أن الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كانت تزخر بالبحيرات والأنهار طيب نحن الآن أيها الأحبة يعني نكتشف في العصر الحديث أن منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والربع الخالي تعود تدريجيا كما كانت من قبل هذا الباحث يجري الدراسة حاليا ويقول هذه المناطق القاحلة الآن ولكنها تعود مروجا وأنهارا من جديد كانت قبل ذلك أيضا مروجا وأنهارا من خمسة ألاف إلى عشرة ألاف سنة هنا أيها الأحبة هذه وديان مكة والجبال مكة والشعابها لم يكن أحد يتصور عبر التاريخ أن تجد أن هذه الجبال القاحلة التي ظلت لخمسة ألاف سنة قاحلة صحراء قاحلة لا زرعة فيها بدأت الآن تكتسي بالخضرة بدأنا نرى هذه المناظر الجميلة لأنهار يعني أنا هنا لدي الدراسة التي قامت بها جامعة أكسفورد أيها الأحبة أود أن أتوقف مع هذه الصورة قليلا هذه خريطة رسمت من قبل علماء الغرب توضح وجود شبكة هائلة من الأنهار هنا أيها الأحبة ولكن مدفونة تحت الرمال نحن لا نراها مدفونة تحت الرمال هذه الشبكة من الأنهار كانت ذات يوم تتدفق بغزارة عبر صحراء الجزيرة العربية ولولا اختراع الأقمار الاصطناعية ودراسة هذه المنطقة بواسطتها لم نكن لنعلم شيئا عن تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة وصحراء الربع الخالي وهذه الجبال التي بدأت اليوم تخضر سبحان الله كميات الأمطار الهائلة التي تنزل على هذه المنطقة وبخاصة مكة المكرمة اليوم من كان يتصور في يعني قبل مئة سنة لم يكن أحد يتصور مثل هذا المشهد أن يعود من جديد يعني انظر أيها الأحبة إلى هذه الدراسة المنشورة على مجلة جيولوجي الدكتور بلوم أو هذا الدكتور أش بارتون ماذا يقول بالحرف الواحد أيها الأحبة يقول سوف تتحول صحراء الجزيرة العربية إلى ما يشبه أوروبا اليوم مروج وأنهار وبحيرات سوف تتحول إلى جنة خضراء بسبب دورة المناخ التي تتكرر كل 23 ألف سنة تقريبا وهذه الدراسات علمية أيها الأحبة يستخدم العلماء اليوم صور الأقمار الاصطناعية دراسة المستحاثات التي دفنتها الرمال بالإضافة لأساليب أخرى علمية يعرفها علماء الجيولوجيا اليوم وعلماء الآثار وعلماء المستحاثات يؤكدون أن هذه المنطقة ستتحول تدريجيا إلى أنهار ومروج وبحيرات تعود من جديد ونحن اليوم أيها الأحبة والله يعني أنظروا إلى هذه المشاهد اليوم هذه الإبل أصبحت ترعى في مكان مليء بالخضرة تعودنا أن نرى الإبل في الصحارة فقط أيها الأحبة سفينة الصحراء وهنا أيضا هذا البحث المنشور على موقع بي بي سي يؤكد أيضا أحبة في الله أن هذه الصحراء كانت مغطاة أنظروا أيها الأحبة أنا أقرأ لكم بالحرف الواحد الآن نريد أن نقرأ بالحرف الواحد ماذا يقول علماء الغرب يقولون بعيدا عن كونها كانت صحراء فإن هذه المنطقة كانت ذات يوم مغطاة بالنباتات المورقة وتقطعها الأنهار طبعا هذا حسب بي بي سي هنا أيها الأحبة إذن الباحثون والعلماء في جامعة أكسفورد وموقع بي بي سي ووكالة ناسا أيضا يتفقون على أن أرض العرب كانت ذات يوم مغطاة بالنباتات والأنهار والبحيرات ويؤكدون أنها ستعود جنة خضراء بالحرف الواحد أحبة في الله هذا ما قاله نبيكم عليه الصلاة والسلام بالحرف الواحد لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا صلى الله عليه وسلم والله يعني وصف أدق مما وصل إليه العلماء اليوم باستخدام الأقمار الاصطناعية باستخدام أجهزة القياس وأجهزة التحاليل المتطورة درسوا المستحافات والآثار الموجودة في الجزيرة العربية وجدوا أن هذه المنطقة التي نراها اليوم تكتسي باللون الأخضر نراها هذه الصور حقيقية أيها الأحبة من مكة المكرمة هذه الصور لم يكن أحد يستطيع أن يتخيلها قبل خمسين سنة أو مئة سنة فمن أين جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بهذا العلم عندما قال وانظروا معي إلى دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعطينا معلومة عبثا النبي ربط أخضرار الجزيرة العربية واخضرار مكة المكرمة وأرض العرب سماها أرض العرب ربطه باقتراب الساعة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى إذن هناك شرط من شروط الساعة من أشراط الساعة من أمارات الساعة من علامات الساعة أن تعود مروجا وأنهر انظروا أيها الأحبة انظروا هنا يعني انظروا العلماء ماذا يقولون اكتشاف طبعا هذا موقع جامعة أكسفورد بالنسبة للملحدين والذين ينتقدون كلام النبي عليه الصلاة والسلام من دون علم نقدم لهم ماذا يقول علماء الغرب ماذا يقول الباحثون في جامعة أكسفورد حسب هذا المرجع يقولون اكتشاف شبكة قديمة من الأنهار والبحيرات في صحراء العرب في صحراء العرب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العربي مروجا وأنهارا ريفارز وأنهارا طيب بالله عليكم أنا أود أن أتوقف مع هذا الحديث العظيم من أين علم النبي عليه الصلاة والسلام بوجود أنهار أصلا في الماضي يعني كيف علم أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا من أين علم عليه الصلاة والسلام أن صحراء العرب كانت ذات يوم مغطى بالبحيرات الباحثون كشفوا حتى الآن عن وجود عشرة آلاف بحيرة دفنت تحت رمال شبه الجزيرة العربية انظروا أيها الأحبة هنا لدي مرجع حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وأنا هذه الصورة أخذتها حرفية من الموقع تظهر الدراسات العلمية وجود نهرين كبيرين هنا أيها الأحبة هناك نهرين هذا رقم واحد وهذا رقم اثنان واحد في الشمال وواحد في الجنوب بالقرب من منطقة الربع الخالي هنا منطقة الربع الخالي طول كل نهر أكثر من ألف كيلومتر أكثر من ألف كيلومتر طول النهر الواحد وعرضه ثمانية كيلومترات وتم الكشف أيضا بواسطة القمر الصناعي لا نسات تتابع لوكالة ناسا عن بحيرة هنا أيها الأحبة بعمق أكثر من مئة متر عمقها بحيرة عملاقة يعني تخيل الربع الخالي الذي يعتبر اليوم المنطقة الأكثر جفافا كان ذات يوم من خمسة ألاف إلى عشرة ألاف سنة كان عبارة عن بحيرة عذبة بعمق مئة متر تقريبا سبحان الله ويقولون هذه الأنهار والبحيرات يمكن أن تظهر من جديد بسبب دورة المناخ دورة الطقس وبسبب كثرة الأمطار التي نراها اليوم في المملكة العربية السعودية وعمان والربع الخالي وفي مكة المكرمة وهذه كما قلنا صور حقيقية من مكة المكرمة التي لم يكن أحد يتخيل أن يلاحظ فيها مثل هذا المنظر وهنا وكالة ناسا كشفت أيضا عن نهر أو مجرى لنهر طويل مدفون تحت رمال الصحراء كشف عنه بواسطة الأقمار الاصطناعية طيب النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لا يستطيع أحد أن يقول إنه كان يعلم هذه الحقيقة في زمنه قبل 1400 سنة ولا يستطيع أحد أن يدعي أن نبينا عليه الصلاة والسلام هناك من أخبره من البشر لأن الحضارات في ذلك الوقت حضارة الفرس وحضارة الروم وفي الهند والصين وهذه الحضارات وفي يعني الحضارات الكبرى لم يكن لديهم مثل هذه المعلومات بخاصة أن العلماء اليوم يقولون إنها لأول مرة يتم اكتشاف مثل هذا الأمر يعني مثل الدكتور بلوم يقول لأول مرة في التاريخ نكتشف من خلال القمر الصناعي لاندسات تابع لوكالة ناسا نكتشف أن الجزيرة العربية كانت ذات يوم مغطى بالمروج والأنهار طبعا لأول مرة في التاريخ بالنسبة له بالنسبة لنا نحن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من كشف عن هذه الحقيقة العلمية يعني هنا هذه الصورة فيها كتابات قديمة في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية تظهر أن الصحراء كانت غنية بالحضارات والحياة وليست كما تبدو اليوم صحراء قاحلة إذن هذه المنطقة ستكون مثار الدراسات العلمية ومثار حديث العلماء في السنوات القادمة أيها الأحبة لماذا؟ لأن هذه النبوءة التي أخبر بها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم تتحقق اليوم نحن نراها بأعيننا اليوم أيها الأحبة هذه جبال مكة من كان أنا يتخيل أن هذه الجبال تتحول للون الأخضر تكتسي بالمروج سنشاهد في المستقبل القريب غابات وسنشهد إن طالبنا العمر إن شاء الله سنشهد وجود أنهار جديدة ونحن رأينا كثيرا بدايات لوجود أنهار في منطقة الربع الخالي بسبب هطول كميات هائلة من الأمطار أيها الأحبة وبسبب حدوث ما يشبه الفيضانات وما يشبه يعني كميات هائلة من المطر في منطقة مثل الربع الخالي التي لم يكن أحد يتصور حتى يعني ولو بقعة صغيرة من الماء فيها باستثناء بعض الواحات القليلة جدا لذلك لذلك أيها الأحبة هنا أنا أود أن يعني أخاطب كل إنسان لديه عقل ولديه منطق نقول له النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا إشارة علمية رائعة لاقتراب القيامة أراد أن يعطينا إشارة علمية لاقتراب الساعة طيب ربط إخضرار الجزيرة العربية ب اقتراب الساعة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العربي مروجا وأنهارا صلى الله عليه وسلم لذلك نحن الآن أيها الأحبة عندما نرى مثل هذه الدراسات ونرى مثل هؤلاء الباحثين يؤكدون أن أرض العرب ستعود مروجا وأنهارا كما كانت لا نملك إلا أن نقول بالفعل كما قال الله تعالى في حق هذا النبي الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم طبعا أيها الأحبة هنا نصيحة لكل أخ ولكل مؤمن يحب هذا النبي الكريم لماذا ربط النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة اخضرار أرض العرب وعودتها مروجا وأنهارا كما كانت باقتراب الساعة ما العلاقة بين هذا وذاك النبي حريص علينا أحبة في الله أعطانا مئات العلامات ومنها هذه العلامة الواضحة لكل من لديه عقل يقول أيها الإنسان أيها المشكك إذا كنت تشكك برسالة النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت تشكك بالقرآن العظيم حتى إذا كنت تشكك بوجود الله هذه علامة واضحة تراها أنت اليوم تراها أمامك النبي أخبرك عنها والعلامة الواضحة أكثر التي يقول العلماء إن هذه الأرض كانت تزخر بالجنات والأنهار والمروج والأشجار وغابات السافانة تغطي الجزيرة العربية أو أرض العرب فالنبي أخبرك عن ماضي هذه المنطقة الذي لا يعلمه أحد إلا العلماء اليوم كشفه لك قبل أن يكشفه علماء الغرب بأربعة عشر قرنا كشف لك النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ الجزيرة العربية كشف لك ماضي هذه الجزيرة العربية قال لك هي كانت مروج وأنهار وستعود لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تقوم الساعة حتى تتحول أرض العرب إلى مروج وأنهار لا قال حتى تعود وكلمة تعود يعني أنها كانت كذلك وستعود كما كانت حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حريص علي وعليك وحريص على أمته صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذا النبي رؤوف بنا رحيم بنا حريص علينا فمن رحمته بنا حذرنا وقال الساعة قريبة إذن استعد يعني اليوم أيها الأحبة عندما تقوم هيئة الأرصاد بتحذيرك أن هناك زلزالا أو هناك كارثة أو هناك عاصفة أو هناك ظاهرة مدمرة ستحدث وتطلب من الناس أن يأخذوا حذرهم أن يجهزوا أنفسهم أن يستعدوا لمثل هذه الكارثة طيب إذن هذه الجهة التي تحذرك تريد بك الخير تريدك أن تنجو بنفسك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن اقتراب الساعة أو من علامات الساعة عودت أرض العرب مروجا وأنهارا وبالتالي إذا شهدت هذه العالمة ينبغي عليك أولا أن تقتنع أن هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في دعوته من الله عز وجل لأنه لا يمكن لأحد أن يخبرك عن هذه الحقيقة اليوم العلماء يعترفون يقولون لأول مرة في التاريخ نعلم أن جزيرة العرب أو أرض العرب كانت مروجا وأنهارا لأول مرة في التاريخ أحبتي في الله وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في زمن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بهذا المستقبل ولا يستطيع أحد أن يتنبأ أيضا بماضي الجزيرة العربية فأخبرك بالماضي وبالمستقبل قبل 1400 سنة فهذا الدليل المادي ملموس على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم ودليل لنا نحن المؤمنين أن نستعد اليوم القيامة يكفي يعني يكفينا أن هذا النبي أعطانا هذه العلامة لنعود إلى الله أيها الأحبة دعونا نستعد للقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إذن أخي الحبيب استعد للقاء الله جهز نفسك لاقتراب الساعة والموت قريب من الممكن في أي لحظة أخي الحبيب أن تموت فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد بك خيرا حدثك عن أنهار وبحيرات في جزيرة العرب أو في صحراء العرب وهذا الكلام يتفق مع الدراسات العلمية أولا ومع ما نشاهده بأعيننا اليوم لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره طبعا أيها الأحبة حديث صحيح لذلك والله أحبة في الله يعني الله عز وجل عندما وصف حبيبه بأنه لا ينطق عن الهوى ماذا قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يجب عليك أيها المشكك أيها الملحد أن تعترف بالفعل أن هذا النبي صادق في دعوته أنه بالفعل رسوله من عند الله وهذا الدليل دليل مادة ملموس يعني يعني يستحيل على إنسان يعيش في صحراء الجزيرة العربية كل الثقافة هناك في ذلك الوقت والشعراء يتحدثون عن الصحراء عن الجفاف عن الرمال عن الإبل لا يوجد مصدر واحد في ذلك الوقت يستطيع أن ينبئك بماضي أرض العرب ولا يستطيع مصدر واحد في ذلك الوقت أن ينبئك بما نراه اليوم يعني هذه الصور الحقيقية التي نراها اليوم أيها الأحبة تقول لك إن هذا النبي بالفعل أولا هو صادق في دعوته مصدر المعلومات لديه هو الله عز وجل الذي خاطبه وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ثالثا أن النبي يقدم لكل من يشكك برسالة الإسلام دليلا ماديا ملموسا خلال هذا الحديث رابعا النبي حريص علينا يريد لنا الخير يريدنا أن نستعد للقاء الله عز وجل يريدنا أن نترك هذه الدنيا قليلا ونهدأ ونعود إلى الله سبحانه وتعالى لأن القيامة أصبحت قريبة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا رأينا تحقق الكثير من العلامات ولم يبقى إلا العلامات الكبرى أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله يعني لا يبقى كلام بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبعد كلام الله عز وجل إلا أن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها هذه آية من آيات الله اخضرار مكة المكرمة اخضرار جزيرة العرب آية من آيات الله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعمل نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يبصرنا بهذا الدين وأن يعني يتوب علينا ويجعلنا نعود إليه أن يكرمنا بالعودة إليه كما قال عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم فنسأل الله عز وجل أن يحسن لقاءنا معه وأن يجعل أجمل أيامنا يوم لقاء الملك سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يجعل هذه الحلقات وما نقدمه من علم نافع خالصا ابتغاء وجه الكريم وأن يجعله سببا لهداية من يشاء من عباده لأن الإسلام واضح أيها الأحبة الإسلام دين شديد الوضوح كل التعاليم التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير كل التعاليم التي نهانا عنها أيضا فيها خير يعني القرآن العظيم أمرنا بالبر بالإحسان للوالدين كل شيء أمرنا به فيه خير وكل ما نهانا عنه الفواحش المنكرات الربا الزنا قتل النفس إلى آخره كله فيه شر وإذا تركناه فيه خير لنا لذلك ما الذي يمنعك أخي الحبيب أن تتبع هذا الدين الحنيف ما الذي يمنعك أن تتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كل المعلومات التي جاء بها النبي هي لضمان الرفاهية والسعادة والإطمئنان تضمن لك الحياة المطمئنة السعيدة النبي أراد أن يبعد عنك الأمراض يبعد عنك الشار لذلك حرم الخمر حرم الفواحش حرم الزنا حرم الميسر أو القمار كل ما يضرك هو محرم كل ما ينفعك هو حلال بل أمرك به الصلاة فيها فوائد كثيرة الزكاء إنفاق المال على الآخرين فيه فوائد كثيرة التسامح الصدقة حب الخير للآخرين الكلمة الطيبة صدقة لذلك أخي الحبيب أرجو يعني إذا كنت مؤمنا أن تعود إلى الله عز وجل وإذا كنت غير مؤمن أو مشكك أو ملحد هذه آية ودليل وعلامة يقدمها لك النبي عليه الصلاة والسلام في القرن الحادي والعشرين وقد قالها قبل أربعة عشر قرنا دليل ماد ملموس على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام تشهد بأنه بالفعل كما وصفه الله عز وجل عندما قال وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله حتى يتبين لهم أنه الحق